كل لعبت المنتخب امبارح يعني زي بحضراتكم شفتوا فعلا كانوا رجالة نتكلم من أول يعني كابتن الفريق محمد صلاح اللي ده لسه بقى عليه كلام كتير قوي لسه عايزين نتكلم بالتفاصيل يا كريم عن أداء محمد صلاح يعني العالمي امبارح حاجة كانت مشرفة للمصريين كلهم عمر السلية كمان يعني بجد الأداء المحترم والجميل عندك مرموش عندك فتوح عندك أيمن أشرف لأ عندك ناس كتيرة قوي رغم أن انت بتتكلم برضو أن فيه في الفريق الآخر في المغرب أكيد عندهم برضو أسامي زي أشرف حكيمي احنا تكلمنا عن الموضوع ده وكلمنا عنه مبارح حاجة يعني أفضل ظهير أيمن في العالم ولكن انت عندك برضو لعيبة تانية عندك كمان حجازي عندك أبو جبل مبارح أبو جبل بجد الشابو الواحد وهو بيتفرج على المطش كان نفسه قولي أبو جبل اتلع بقى خلاص الراجل أجاله مزق ومزق مش سهلي يعني حاجة كانت إحنا تواجعنا وإحنا بنتفرج شفت الصد اللي عملها للكرة لا حاجة يعني الوجع إحنا حسناه ورغم ده هو قاعد في الملعب وعايز يكمل ورافض أنه هو يطلع فلا حاجة كانت محترمة كمان نزول صبحي يعني برضو كانت مسئولية كبيرة وكان حاجة حمل فلا الحمد لله مبارح فعلا فعلا كانت حاجة مشرفة بص مبارح كان فيه شوية لقطات كده يعني لطيفة جدا وجديرة بالتأمل والنتي توقفي عندها وتتأمليها مثلا من ضمنهم يعني كان الشط اللي كان محمد صلاح حاضم فيه حكيمي بعد نهاية المباراة وقاعد على الأرض وبيبكي من الحزن طبعا نتيجة الخسارة أهو ده شط يدرس وأبلغ من أي كلام ممكن يتقال عن الروح الرياضية وعن تفاصيل الشخص المحترف المحترم محمد صلاح الحقيقة نموذج مشرف جدا ليه الرياضي بشكل عام مش بس لعب كرة القدم للرياضي المحترم المحترف لقطة زي دي كانت تموتها البلاغة وبتقول معاني كتير قوي كلها معاني حلوة وقيمة عليها تكون يعني قدوة لكتير من الناس عشان بس يبقوا جمعين ما بين الاتنين الاحترام والاحتراف بكل تفاصيل وطبعا ده لمحمد صلاح أبدع في أنه يعمل ما بينهم مسجد رائع جدا أنا بتفل معيك وهو قدوة عارف دايما أنت حد كبير أنت بتبقى قدوة للآخرين رغم أي حاجة شفتها برضو بالأمس من تفاصيل ما كانش لها أي لازمة بس برضو في الأول في الآخر منتخب مصر إدن أنه هو يفرد احترام وهي دي النقطة عايز أقول لك بقى أن محمد صلاح تحديدا اتكلم عليه مبارح العالم زي محضرتكو عارفين طبعا هو مش بس يعني العرب أو المصريين أو الأفاركة كانوا بتفرجوا على الموتش مبارحة كمان الإنجليز إحنا منتكلم عشان صلاحوا عشان تريزي جيف